الصحف والمواقع العالمية تناولت أمس ما فعله المنتخب الجزائري ولعبي المنتخب الجزائري وتضمنهم مع فلسطين بنزولهم إلى أرض الملعب بالوشاح الفلسطيني هنستعرض المواقع قالت إيه وكمان قالوا أن المنتخب الجزائري أو المنتخب في التاريخ يلبس قمصان عليها علم غير علم بلده علم فلسطين وجنبه العالم الجزائري في لفتة لم تحدث من أي منتخب أو من أي فريق على مستوى العالم المواقع تناولت ده بشكل كبير جدا جدا شفته قبل المباراة وشفت الوشاح وهم داخلين بلعبي المنتخب الجزائري كان لفتة عظيمة ولفتة طيبة قبل مباراة موريتانيا اللي امتهت بفوز المنتخب الجزائري أربعة واحد باكتساح هنتناول كل ده جوا الحلقة والمواقع قالت إيه بس قبل ما نخش على الحلقة أرجو من أي حد بتفرج على الحلقة أنه يكتب رأيه في كومنتات ويعمل لايك لايك عايزة زر اللايقات ينفجر أنا طلبت منكم بارح عشر تلاف لايك في الحلقة اللي بعد المباراة وجابت أكتر من عشر تلاف حلقة النهاردة هنزود شوية العرض خمستاشر الف لايك عشان الحلقة تنتشر أنت عارفين الحلقات دي اليوتيوب بيحبش ينشرها يلا بينا نتكلم عن ما فعله لعبي والمنتخب الجزائري تضامنا مع إقواتنا في فلسطين ونصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويلا بينا قبل مباراة أمس طبعا بين المنتخب الجزائري والمنتخب الموريتاني اللاعبي المنتخب الجزائري دخلوا إلى أرض الملعب زي الصور ما بتتعرض قدامك ودلوقتي لابسين الوشاح بتاع فلسطين وكفية فلسطين ده الأحسن من كده والأكبر من كده زي ما بيتعرف برضه أنه هم على قميص المنتخب الجزائري عالم فلسطين جنب العالم الجزائري هنعرفين طول عمرنا العلاقة الطيبة والعلاقة الجميلة ما بين فلسطين وما بين الجزائر شفنا رياب محرز في منشستر سيتي كانشاء العالم فلسطين جوه الملعب شفنا الكابتن حفيظ دراجي وتويتاته على طول ولعبين كتير من المنتخب الجزائري نزلوا تويتات تضامنا مع فلسطين ما حدث أمس تناولته الصحف والمجلات والمواقع العالمية يعني في موقع مصري اسمه بوابة الأهرام كتب المنتخب الجزائري يتضامن مع فلسطين وحطوا صور المنتخب الجزائري في إشادة كبيرة من الموقع المصري بما فعله لعبي المنتخب الجزائري ومش بس كده مواقع تانية كتبت إن أول مرة في التاريخ منتخب يلعب بقميص وحاطت عليه عالم فلسطين جنب عالم بلده دي إشارة قوية جدا جدا من المنتخب الجزائري ومن لعبي المنتخب الجزائري هم داخلين والصور بتتعرض يعني يلابسينه وبيفتخروا وبيصوروا به لأن فلسطين زي إخواتنا الجزائريين بيقولوا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة فيعني لفتة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي حتى إخواتنا الفلسطينيين تناولوا ما فعله المنتخب الجزائري أمس وقالوا إن ده مش جديد على أبناء الجزائر وعلى أحرار الجزائر تضامنهم معنا في فلسطين حصلت كتير وحتحصل وبتحصل المنتخب الجزائري في لفتة طيبة جدا جدا طبعا برضو تناول موقع القدس العربي وحط صور المنتخب الجزائري ده موقع فلسطيني حط صور لعبي المنتخب الجزائري وهم بالوشاح وطبعا شكرهم جدا جدا على اللفتة دي الصورة دي مش هتعجب ناس كتيرة جدا جدا والمنتخب الجزائري ولعيب المنتخب الجزائري عارفين الكلام ده بس هم مش هميمهم تعجبين وما تعجبش مين هم بيعملوا الكلام ده وهم مقتنعين مليون في المية وكل اللعيبة دي بتنشط في الدوريات الأوروبية زي ما قلتلكم قبل كده الحاجات دي بتفرق جدا جدا مع دعم فلسطين زي ما قلتلك كل لعيب من اللعيبة دي عنده على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعته ملايين المتابعين اذا كان ريوب محرز عملها قبل كده ولا اذا كان امبارح قبل المباراة دخلين بالوشاح ودخلين بالتشيرتات عليها اعلام فلسطين دي حاجة ما حصلتش اول مرة تحصل من اي منتخب على مستوى العالم فده بيفرق جدا جدا المنتخب الجزائري امبارح دخل المباراة ولاعب موريتانيا موريتانيا دولة عربية شقيقة قبل مباراة يعني في القمة ومباراة جيدة للمنتخب الجزائري المنتخب الجزائري اللي قدر يفوز اربعة واحد بتشكيلة زي ما بنقول كده تشكيلة تالتة مش تشكيلة تانية والكابتن جمال بالماضي قال ان انا بعمل تغييرات جزرية وعلى الاداء ده مع التغييرات الجزرية حاجة كبيرة جدا جدا المنتخب الجزائري يواصل كتابة التاريخ ويواصل كتابة اسم لعبته في الفترة دي والكابتن جمال بالماضي بأحرف من زهب طبعا بجد الواحد لما شاف الحلقة يعني شاف اللي حصل من اللاعبين قبل المباراة وناس دخلت لي انت ما تكلمتش على اللقطة دي ليه في الحلقة بتاعتما بعد المباراة ترون يا جماعة اللقطة دي عايزة حلقة لوحدها عايزة حلقة لوحدها لان ما ينفعش ان اقول كلمتين ويمر مرور الكرام لان اللي عمله لعبي والمنتخب الجزائري حاجة كبيرة جدا جدا وحتخلت في موقفهم وموقف كل حر واقف مع فلسطين الكلام ده زي ما قلت لكم مش هيعجب ناس كتير وفي ناس كتير شفتها بتعلق وزعلانة من موقف لعيبة المنتخب الجزائري هما بش جزائريين يعني بس اكيد هما من دول انتو عارفين هاي فمهما يزعلوا اخبطوا بمقه في الحيطة ستبقى فلسطين قضيتنا الاولى ستبقى فلسطين يعني اي حر بيتكلم عنها هيشال على الراس والناس هتفتكر موقفه ومحدش بينسى فلسطين ستظل رمز العزة فلسطين قضيتنا قضية كل حر وكل انسان عايز الحق يرجع لاصحابه. اه كلمة في الاخر للمنتخب الجزائري افتخر ان انا عندي منتخب عربي بقيمة الجزائر وبما يفعلهم ازا كان جوه الملعب ولا برا الملعب ازا كان في اللعب والاستمتاع باللعب واتشرف ان انا اتكلم عنه طبعا واتشرف ان انا حل مبارياته واتكلم عن لعبته واللي بيعملوا لعبته في قبل المباراة مع فلسطين المنتخب الجزائري اقوى منتخب حاليا في افريقيا شاء من شاء وابا من ابا دي حقيقة لازم نعترف بيها لان في ناس بتزعل لما الواحد بيقول المنتخب الجزائري بسم الله ما شاء الله يعني عشان ما الناس ما تقولش انت بتحسد هو اقوى منتخب افريقي حاليا ويعد من اقوى المنتخبات على مستوى العالم قول لي رأيك في الكومنتات بحبك في الله ودمتم في امان الله صلاة